بسم الله الرحمن الرحيم طلبة أولاعدادي يارب تكونوا بخير معكم خلد عبد الرحيم معلم أول في مادة العلوم أنحل اليوم إن شاء الله التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي وكمان أنحل الآداءات الصفية هنبدأ أولا بالتقييمات الأسبوعية للأسبوع العاشر نبدأ على بركة الله الإختبار الأسبوعي اختر الإجابة الصحيحة واحدة بناء الكائن الحي يطرى المادة ولا الخلية ولا الظرة ولا النسيج طبعا وحدة بناء الكائن الحي يعني أصغر وحدة في الكائن الحي وهي الخلية اتنين مجموعة من الأنسجة المختلفة تكون نقاط يطرى تكون العضو ولا الجهاز ولا الكائن الحي ولا النسيج طبعا وحدات بناء الكائن الحي مجموعة من الخلايا تكون نسيج ومجموعة من الأنسجة تكون عضو ومجموعة من الأعضاء تكون جهاز ومجموعة من الأجهزة تكون الكائن الحي علشان كده مجموعة من الأنسجة المختلفة تكون العضو فهنختار العضو مجموعة من الأعضاء تكون نقاط يطرد كون العضو ولا الجهاز ولا النسج ولا الكائن الحي طبعا مجموعة من الأعضاء تكون الجهاز أربعة كائنات عديدة الخلايا مثل نقاط يطر البكتيريا ولا البراميسيوم ولا الأميبة ولا فطر عيش الغراب طبعا البكتيريا من الكائنات وحيدة الخلية من ضمن أوليات النواة أما البراميسيوم والأميبة واليدلينة هذه عبارة عن كائنات وحيدة الخلية لكن من الكائنات حقيقيات النواة أما فطر عيش الغراب هو من الكائنات عديدة الخلايا كائنات وحيدة الخلايا تشمل الكائنات التالية مع عدن نقط البكتيريا البراميسيوم الأميبة فطر عيش الغراب طبعا البكتيريا والبراميسيوم والأميبة لكائنات وحيدة الخلايا أما فطر عيش الغراب فهو من الكائنات عديدة الخلايا فإذا هنختار فطر عيش الغراب اليجلينة من الكائنات نقطة البروتوزة ولا أوليات النواة ولا وحيدة الخلية ولا عديدة الخلايا طبعا اليجلينة مش من ضمن البروتوزة لأن البروتوزة بتشمل الأميبة والبراميسيوم ومش من ضمن أوليات النواه لأن أوليات النواه مثل البكتيريا فإذن هنختار وحيدة الخلية لأنه ليجلينا من الكائنات وحيدة الخلية حقيقيات النواه فطر عيش الغراب من الكائنات نغط أطرى البروتوزة ولا أوليات النواه ولا وحيدة الخلية ولا عديدة الخلايا طبعا فطر عيش الغراب من الكائنات عديدة الخلايا الكائنات وحيدة الخلية هي كائنات يتكون جسمها من العديد من الخلايا طبعا خاطئ طب خلاياها متخصصة في عملها طبعا خطأ طب كائنات مجهرية لا ترى بالعين فعلا هي كائنات مجهرية لا ترى بالعين كل مما يلي من صفات العصفورة مع عضنه يتكون جسمها من العديد من الخلايا طبعا يتكون جسمها من العديد من الخلايا طب خلاياها متخصصة في عملها طبعا أي كائن عديد الخلايا خلاياها بتكون متخصصة في عملها طب كائنات مجهرية لا ترى بالعين لا طبعا فإذن هنختار كائنات مجهرية لترى بالعين لأن العصفور كائن كبير الحج ترى بالعين كل مما يليه يوجد في خلايا جسم العصفورة مع عدى نقطة الجدار الخلوي النواه جهاز جيولوجي السنتروسوم طبعا كل الاختيارات هتكون موجودة في جسم العصفورة مع عدى الجدار الخلوي لأن الجدار الخلوي يوجد في الخلية النباتية فقط ولا يوجد في الخلية الحيوانية والعصفورة تتكون من خلايا حيوانية كل مما يليه يوجد في خلايا نبات الفول مع عدى نقطة يترى الجدار الخلوي طبعا الجدار الخلوي يوجد في الخلية النباتية والخلية النباتية هي وحدة بناء نبات الفول وكذلك النواه وكذلك جهاز جيولوجي فهنختار السنتروسوم اللي هو يوجد في الخلية الحيوانية فقط 12- كل مما يلي يوجد في خلايا البكتيريا مع عدى نغة يطرى الجدار الخلوي ولا السيتوبلازم ولا جهاز جولوجي ولا الغشاء البلازمي طبعا كل المكونات توجد في خلايا البكتيريا مع عدى جهاز جولوجي ما المقصود بكل منه أوليات النواة طبعا أوليات النواة هي كائنات حية دقيقة مادتها الوراثية غير محاطة بغشاء نووي حقيقيات النواة عكسها تماما هي كائنات حية جسمها أكثر تعقيدا ومادتها الوراثية محاطة بغشاء نووي التصنيف طبعا التصنيف تعريفه ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه التشابه والاختلاف بينها لتسهيل دراساتها والتعرف عليها الخلية طبعا تعريف الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة تعمل معا لتؤدي وظيفة محددة وظيفة معينة العضو مجموعة من الأنسجة المختلفة تعمل معا لتؤدي وظيفة محددة الكائنات وحيدة الخلية هي كائنات حية تتكون من خلية واحدة غير متخصصة ولا ترى بالعين المجردة الكائنات عديدة الخلايا كائنات تتكون من خلايا عديدة متخصصة ومتمائزة وكبيرة نسبيا الخلايا الجذعية طبعا خلايا الجذعية خلايا غير متمايزة لها القدرة على التحول إلى خلايا متمايزة لكل منها وظيفة متخصصة علل تصنف الكائنات الحية حسب أوجه التشابه والاختلاف الإجابة ليسهل دراستها والتعرف عليها اثنين لا يمكن أن تكون أوليات النواة خلايا جذعية الإجابة لأن أوليات النواة تتكون من خلية واحدة غير متخصصة تقوم بجميع العمليات الحيوية بينما الخلايا الجذعية خلايا غير متمايزة تتحول إلى خلايا متمايزة ومتمائزة متخصصة في حقيقيات النواة كالحيوانات الراقية والإنسان ثلاثة يعتبر البراميس والوجلينة من الكائنات وحيدة الخلية الإجابة لأنها تتكون من خلية واحدة غير متخصصة أربعة تعتبر البكتيريا من الكائنات الأولية الإجابة لأن مادتها الوراثية توجد في السيتوبلازم غير محاطة بغشاء نووي تختلف البكتيريا عن الوجلينة بالرغم من أنهما كائنات وحيدة الخلية الإجابة لأن البكتيريا من أوليات النواة بينما الوجلينة من حقيقيات النواة يعتبر الأسد من الكائنات عديدة الخلايا الإجابة لأنه يتكون من خلايا عديدة وخلاياه متمايزة ومتخصصة ويمكن رؤيته بالعين المجردة ثانيا الأداءات الصفية الشكل المقابل يمثل كائن حي واحد ما اسم هذا الكائن طبعا الشكل يمثل كائن حي وهو فطر عفن الخبز وكائن عديدة الخلايا اثنين ما تصنيف هذا الكائن من الكائنات عديدة الخلايا ثلاثة ما أوجه الاختلاف بين هذا الكائن والبكتيريا طبعا فطر عفن الخبز من الكائنات عديدة الخلايا وخلاياها متمايزة ومتخصصة وكبيرة نسبيا ويمكن رؤيتها بالعين المجردة أما البكتيريا فهي من الكائنات وحيدة الخلايا وبالتالي خلاياها غير متخصصة وكمان خلاياها صغيرة ولا ترى بالعين المجردة أربعة ما أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين فطر الخميرة طبعا أوجه الشبه بين فطر عفن الخبز وفطر الخميرة أنهما من الكائنات حقيقيات النواة أما أوجه الاختلاف ففطر الخميرة يتكون من خلية واحدة هو من الكائنات الدقيقة وحيدة الخلايا أما فطر عفن الخبز فهو من الكائنات عديدة الخلايا الشكل المقابل يمثل تركيب الخلية النباتية نلاحظ الشكل المطلوب الأول أكمل البيانات على الرسم طبعا البيانات على الرسم راكم واحد ده يمثل بالأستيدة خضراء راكم اثنين يمثل جدار خلوي راكم ثلاثة طبعا ده جهاز جيولوجي راكم أربعة طبعا يمثل النواة راكم خمسة طبعا يمثل الميتوكنديريا راكم ستة يمثل الفجوة المطلوب الثاني أي جزء من الأجزاء السابقة يوجد في خلايا نسيج جلد الأرنب طبعا الأرنب حيوان والحيوان يتكون من خلية حيوانية فإذن سنختار المكونات المشتركة ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية يعني نختار المكونات أو العضيات الموجودة في الخلية الحيوانية علشان تكون نسيج جلد الأرنب طبعا النواة والسيتوبلازم وجهاز جيولوجي والميتوكنديريا أما الفجوة ففي الخلية النباتية بتكون كبيرة أما في الخلية الحيوانية بتكون صغيرة ثلاثة أي جزء من الأجزاء السابقة يوجد في خلايا أوليات النواة طبعا أوليات النواة بتحتوي على جدار خلوي وعلى أغشاء بلازمي وعلى أسيتوبلازمي الشكل التالي يوضح بعض حولات الخلايا الجذعية واحد أكتب أسماء الخلايا الموجودة بالشكل طبعا الخلايا الموجودة بالشكل خلايا أصبية خلايا معوية خلايا كبدية خلايا عضلية باء أكتب أسماء الأعضاء الموجودة بالشكل طبعا الخلايا العصبية تجتمع معا لتكون أنسجة والأنسجة تكون عضو المخ كذلك خلايا المعوية تجتمع في أنسجة معا لتكون عضو الأمعاء الخلايا الكبدية تجتمع في أنسجة لتكون عضو الكبد وكذلك الخلايا العضلية تجتمع معا لتكون أنسجة والأنسجة تكون العضلات الشكل التالي يوضح بعض الكائنات الحية ما نوع هذه الكائنات؟ طبعا هنلاحظ الكائنات الموجود في الشكل الأول هذا اللي يجلينا والثاني الأميبة والثالث البراميسيوم ما نوع هذه الكائنات؟ هنلاحظ هذه الكائنات لا ترى بالعين المجردة وعلى شن نراها نستخدم الميكروسكوب لأنها كائنات مجهرية تتكون من خلية واحدة يعني كائنات وحيدة الخلية أو كائنات مجهرية بق لماذا نرى هذه الكائنات بالميكروسكوب؟ الإجابة لأنها كائنات مجهرية تتكون من خلية واحدة ولا ترى بالعين المجردة جيم أي من هذه الكائنات نعتبرها من البروتوزة؟ طبعاً أميبة والبراميسيوم تعتبر من البروتوزة ننتقل إلى حل الواجب المنزلي أكتب المصطلح العلمي 1. واحدة بناء الكائن الحيط طبعاً الخلية 2. مجموعة من الخلايا المتماثلة التي تعمل معاً وتؤدي وظيفة واحدة خلايا متماثلة إذن دعا تعريف النسيج 3. مجموعة من الأنسجة المختلفة التي تعمل معاً وتؤدي وظيفة واحدة طبعاً مجموعة من الأنسجة تكون الأعضاء فإذن الإجابة تكون العضو 4. مجموعة من الأعضاء المختلفة التي تعمل معاً طبعاً مجموعة من الأعضاء تكون الجهاز 5. ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه التشابه والاختلاف بينها لسهولة دراستها والتعرف عليها 6. خلايا غير متمايزة لها القدرة على التحول إلى جميع خلايا الجسم المتمايزة طبعاً دي الخلايا الجذعية 7. كائنات بسيطة يتكون جسمها من خلية واحدة غير متخصصة طبعاً دي كائنات وحدة الخلية أو كائنات مجهرية 8. كائنات معقدة تركيب تتكون من العديد من الخلايا التي تتميز وتتخصص في عملها 9. كائنات عديدة الخلايا السؤال الثاني استخرج الكلمة المختلفة فيما يلي ثم اذكر ما يربط باقي الكلمات 10. البكتيريا اليوجلينة البراميسيوم الأميبة طبعاً الكلمة المختلفة البكتيريا لأن البكتيريا من أوليات النواة أما اليوجلينة والبراميسيوم الأميبة من حقيقيات النواة 2. فطر الخميرة فطر عيش الغراب فطر عفن الخبز فطر البنسيليوم طبعاً هنستخرج فطر الخميرة ليه فطر الخميرة؟ لأن فطر الخميرة ده كائن وحيد الخلية أما فطر عيش الغراب وفطر عفن الخبز وفطر البنسيليوم ده فطريات عديدة الخلايا أو كائنات عديدة الخلايا 3. الظرة العصفور الديدان البكتيريا طبعاً هنستخرج البكتيريا ليه نستخرج البكتيريا؟ لأن الظرة والعصفور والديدان لكائنات عديدة الخلايا 4. الجهاز الخلية الأرنب العضو طبعاً هنستخرج كلمة الأرنب ليه؟ لأن الجهاز والخلية والعضو تمثل مستويات بناء الكائن الحي أو وحدات بناء الكائن الحي 5. الجدار الخلوي البلاستيدة الخضراء الجسم المركزي جهاز جولوجي طبعاً هنستخرج الجسم المركزي ليه؟ لأن الجدار الخلوي والبلستيدة الخضراء وجهاز جولوجي مكونات في الخلية النباتية يعني توجد في الخلية النباتية الغشاء الخلوي البلاستيدة الخضراء الجسم المركزي جهاز جولوجي طبعا هنستخرج البلاستيدة الخضراء له لأن الغشاء الخلوي والجسم المركزي وجهاز جولوجي مكونات موجودة في الخلية الحيوانية 7- الجدار الخلوي لا تحتوي على نواة حقيقية الغشاء البلازمي الميتوكنديريا طبعا هنستخرج كلمة الميتوكنديريا ليه؟ لأن اللي بتكون من الجدار الخلوي ولا يحتوي على نواة حقيقية وكمان موجود فيه الغشاء البلازمي دي الخلية البكتيرية تمانية خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الحمراء خلايا جزعية خلايا عصبية طبعا هنستخرج كلمة خلايا جزعية ليه؟ لأن باقي المكونات لخالات دم البيضاء خالات دم الحمراء وخلايا عصبية لخلايا متخصصة أكمل العبارات الآتية 1- وحدة بناء الكائن الحي طبعا وحدة بناء الكائن الحي الخلية 2- يتكون جسم الإنسان من مجموعة من نقاط طبعا من الأجهزة يتكون كل عضو من مجموعة من نقاط طبعا كل عضو يتكون من مجموعة من الأنسجة 4- التصنيف وترتيب الكائنات الحية حسب أوجه التشابه والاختلاف لسهولة نقاط طبعا لسهولة دراستها والتعرف عليها خمسة تصنف الكائنات الحية إلى نقاط النواه ونقاط النواه طبعا تصنف الكائنات الحية إلى أوليات النواه وحقيقيات النواه ستة تنقسم حقيقيات النواه إلى نقاط ونقاط طبعا تنقسم إلى كائنات وحيدة الخلية وكائنات عديدة الخلايا الكائنات وحيدة الخلايا مثل الأميبة ونجط ونجط وفطر الخميرة طبعا الكائنات وحيدة الخلية مثل الأميبة واليوجلينة والبراميسيوم وفطر الخميرة تمانية الكائنات عديدة الخلايا مثل النباتات ونختار أي كائن حي مثل الأرنب وكمان مثل فطر عش الغراب أو فطر عفن الخبز تسعة الخلايا نجط يمكنها التحول إلى أنواع عديدة من الخلايا طبعا الخلايا الجذعية عشرة تتميز الخلايا الجذعية بعدة خصائص منها قدرتها على نقاط من خلال الانقسام وقدرتها على إنتاج نقاط طبعا تتميز الخلايا الجذعية بعدة خصائص منها قدرتها على تجديد نفسها من خلال الانقسام وقدرتها على إنتاج المزيد من الخلايا الجذعية 11 تساعد دراسة الخلايا الجذعية على زيادة فهم كيفية حدوث النقاط وإنتاج خلايا سليمة تحل نقاط واختبار الأدوية قبل استخدامها لمعرفة نقاط طبعا تساعد دراسة خلايا الجذعية على زيادة فهم كيفية حدوث الأمراض وإنتاج خلايا سليمة تحل محل الخلايا المصابة بالأمراض واختبار الأدوية قبل استخدامها لمعرفة مدى سلامتها وفاعليتها وإلى هنا أبناء وبناتي أنتا في اليوم لا تنسونا من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته